أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السير وللذي لكفروا بعبهم عذاب جهنم وبئس المشير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا وقلنا ما نفذر الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو لعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم موفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمسوا في مناكبها وكلوا بالرزقه وإليه النشور أأنياتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستسعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبله فكيف كان نكير أو ألم يروا إلى الطير فافهم صافات ويقبض ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جهود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك فسطه بل لجوا فيه تب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفئيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه صرفة سيئت أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلى لون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما مما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على لا أثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذقتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أغسلنا إليهم اثنين فكتبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيعنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضغل لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوبي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا ممسلين إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبله لهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من مخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عاد كل عرجون القديم لش ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا إن أنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رب ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم تميعوا الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغيله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلل لها بهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لن يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول برة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تقجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقفر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبض العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان برج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْسَلُ عَلَيْكُمَ أَشُوَابٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرًا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسمهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطبثهن إنسان قبلهم ولجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخن ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا أجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر شكرا